استقبل وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي نظره التشادي عبد الرحمن غلام الله في أول زيارة له إلى مصر عقب توليه مهام منصبه في مايو الماضي جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية حيث تسلم الوزير خلال اللقاء رسالة موجهة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس محمد إدريس ديبي رئيس جمهورية شاد تتناول سبلة عزيز التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات اللقاء شهد تبادل الوزيرين وجهات النظر حول مجمل مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في السودان خاصة وأن دول جوار السودان هي أكثر الدول تأثرا بالأزمة وتباعتها الإنسانية